بالمبدأ، التاريخ هو زاكرة الشعوب، بس بلبنان كتاب التاريخ الجديد المفترض هو حرب إلغة جديدة لزاكرة شعب ومقاومة فئة كبيرة من اللبنانيين بهدف التركيز على تاريخ واحد لفئة معينة وتمجيدة وخصوصا أنه هالتاريخ المفترض تنكر لاستشهاد فئة من اللبنانيين يلي عانوا من الاحتلال والاعتقال ما شكل إهانة مباشرة لزاكرة شعب كتاب التاريخ المفترض قطع بمرحلتين المرحلة الأولى كانت على أيام الحكومة السابقة حيث تشكلت لجنة من الأكاديميين مختصين بالموضوع وكل حزب ممثل فيها ولكن عند وصول الرئيس نجيب ميقاتي حل اللجنة وشكل لجنة من سياسيين ووزراء 8 أدار برئاسة الأولى فاتوش حيث كتب كتاب التاريخ على وقع مزاج وأحلام 8 أدار كل الرفاق اللي موجودين يلي لبسوا بدلاتوا قاموا وضحوا وماتوا هؤدي نحنا ما رح نخليهم آخر شي بأيامنا نحنا وبعهدنا ونحنا جزء من هالحركة اليوم هاي نكون نحنا قاعدين ساكتين بكرا يطلعوا زعران بنظر أولادنا ونظر أولاد أولادنا هالمرحلة اللي كلها سوا عنا فيها نحنا ملاحظات ملاحظة الثاني اللي عنا إياها اغفال ذكرى ثورة الأرز يعني اغفال موضوع 14 أدار كل وسواك يعني أولا حتى بيعتبروا اتفاق الطايفة وبداية يعني بيعتبروا سنة 1990 هي بداية عصر الاستقرار والازدهار والعمراء من جهة ايه؟ من جهة تانية هو مش مظبوط من جهة تانية هو كيف فجروا سيدة النجاة وكيف قتلوا نديم عبد النوح وكيف قتلوا اسلامان عقيقي وكيف حبسوا الدكتور جعجع وكيف قتلوا رمزة إيراني وكيف قتلوا فوزي الراسي وكيف قتلوا بير بولوس وكيف وكيف لكن يلي ما توقعوا كتاب التاريخ الجدد هو الموقف الرافض لفريق 14 أدار يلي أعلن عن تحركات تصعودية ضد هالكتاب ما دفع بالرئيس ميقاتي على الأعلان أنه مش رح يوافق على كتاب للتاريخ إلا إذا كان محط إجماع من كل اللبنانية لأن الهدف مش إصارة الخلافات بل توحيد الجميع اليوم وببناء بلد للجميع شو رح نخبر للجيل الآدم منخبروا عن وحدة اللبنانية بساحة الشهداء وقت كانوا عم بيوزعوا ورود بيد لكل الشعب اللبناني أم منخبروا بس كيف كانت قوة ماني أدار عم بتقول بالساحة المقابلة شكرا سوريا